اشتركوا في القناة ان اللاعب يحصل على مستحقاته المتأخرة عن الموسم اللي فات بجانب مقدم التعاقد للموسم الجديد وسيتم التوقيع الفوري احمد فتوح مرحب جدا بالتعاقد او بتجديد تعاقده مع نادزة مالك وبيرفض تماما الخروج من النادي في التوقيد عارفين طبعا ان احمد فتوح عقده بينتهي في يونيو 20-24 ومن حق اي نادي يدخل في مفاوضات مباشرة مع اللاعب ووكيله بدءا من يناير المجبل احنا خلاص بقينا في شهر 11 وفاضل شهرين على انتقلات يناير مجلس ادارة نادزة مالك الجديد بالنسباله ملف تجديد عقد فتوح هو الملف الاهم حاليا في ملف كرة القدم داخل نادزة مالك عارفين طبعا ان الكابتن احمد سليمان هو المتولي مسئولية ملف كرة القدم او مفاوض من مجلس ادارة نادزة مالك لتولي ملف كرة القدم وخلاص الراجل قدر يقنع احمد فتوح بالاستمرار مع نادزة مالك وتوقيع عقد لمدة اربع مواسم ان شاء الله تنتهي في 20-28 عارفين طبعا ان ملف احمد فتوح كان ملف شائق جدا لان كان في كلام في الفترة اللي فاتت ان النادي الاهلي داخل بقوة في مفاوضات مع او عبر وسطاء يعني النادي الاهلي مسئولين نفوا اكتر من مرة الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعب في وسطاء تدخلوا بين النادي الاهلي واحمد فتوح عشان يتم التعاقد او يتم التفاوض مباشرة بدءا من يناير لان اللاعب طبعا عاقفين عقده بينتهي الصيف اللي جاي فخلاص مجلس ادارة نادزة مالك النادي لسه خسران نجم كبير بحجم امام عشور امام عشور خرج راح الدنمارك ومن الدنمارك رجع على النادي الاهلي قطاع كبير جدا من جمهور نادزة مالك كان شايف ان دي يعني خطأ او حاجة ما ينفعش تصح انها تحصل مع نادي كبير بحجمه وقيمة نادزة مالك يخرج لعيب مهم من عنده زي امام عشور ويروح للغريم التقليدي او المنافس المباشر له النادي الاهلي عشان كده ملف احمد فتوح زي ما قلت لحضراتكم هو ملف بالغ الاهمية بالنسبة لمجلس الادارة الجديد واللي بيعتبره هدية التواجد بقى او هدية تولي مسئولية ادارة نادي الزمالك بتجديد عقد فتوح وقطع الطريق تماما على انتقاله سواء للنادي الاهلي اللي مهتم بضم اللاعب او حتى نادي بيرامدز او اي عروض خارجية زي ما يعني في الفترة اللي فاتت انتشرت اخبار ان احمد فتوح على رادار اكتر من نادي خارجي وكمان في الدوري السعودي خلاص احمد فتوح حسم ملف تجديد عقده مع نادي زمالك دلوقتي اللاعب في انتظار الحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي والحصول كمان على مقدم عقده الجديد وهيوقع في الفور عشان يستمر مع نادي الزمالك لحد سنة عشرين تمانية وعشرين دي كانت تغطيتنا عن تجديد عقد احمد فتوح مع نادي الزمالك بنشكر حضراتكم على المتابعة ونتقبل ان شاء الله في تغطيات جديدة